موسيقى ابرز الحاضرين المسيرة كان شهد محمد لعب الاهل السابق رفايد بن سويف وندر السيد حرس مر من الاهل السابق والاعلامي حاليا ومحمد ابو حامد عضو لجنة تقص الحقائق المسيرة استمرت حتى الساعة السامنة وكانت سلمية وانتهت عم دار القضاء العالي كانت اغلب مطالب المطالب تركزت في المسيرة حول الحرية والخصص من المرتكب الحادث واجهات حق الشهداء او الاصرار حق الشهداء في اسرع وقت قبل عودة كورة قبل عودة مشهد الدوري وهي دي كانت ابرز مطالب المسيرة مسيرة الامس ادى النهاردة فريد الزمالك اخر تدريب لي قبل سفر لتنزانيا لمواجهة يونج افريكانز في مباراة الزياب دولار 64 دورة بطار افريقيا المباراة تقام يوم السابت بعد غدا السابت من شاء الله في تمام الساعة ثلاثة عصرا بتوية القاهرة فريق سافر النهاردة بدون شكبالة الإصابة بدون صراح سليمان الإصابة وأحمد حسن حصل على إذن من الجهاز الفني للأداء العمر تماما المباراة احنا عارفين يونج افريكانز الجهاز الفني الفريق زي مالك بخطة حسن شحاتة حصل على شرائط خمس شرائط للاخر المباراة للفريق ووضح من خلال شرائط دي ان الفريق بيعتمد على السرعة ان هو منافس مش سهل زي ما نسمت فكرة وبدأ يجهز خطة أو نظر نقول ان هو وضع الخطة الأمثل لحسم الصعود المبكر من تمزانيا حسن شحاتة قبل ما يسافر قال ان المباراة صعبة بيحتاج تكاتف كل الجمهور حول الزمالك وكل اللاعبين خاصة اللاعبين بقال من فترة جبيرة ما بيلعبوش بسبب الحداث توقف الدوري بعد حداث برسعيد فهو بيقول ان المباراة دي بالنسبة له يعني نظر المباراة مصرية بيحاول قدر الامكان هو يحسن بالسعود للدول الثانية وثلاثين من خلال قبل مباراة العودة